أعوذ بالله يا الشيطان الرجيم سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مدى لبني إسراء إلى أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسراء إِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُ النَّفِيلِ أَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جِيءٍ أَوَعْدُ أُولِهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْرُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لينفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جيء أوعدوا الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء أهو بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فطلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه قاب إره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفع بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء قل لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها ثم جعلنا له جهنم يصليها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا كلا نمدها أولا أنظر كيف فضل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغا أرحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء أسبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسوهلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولا إك كان عنه مسولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه وعند ربك مكوها ذلك مما أوحيه إليك ربك من الحكم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القر آن ليذكروا وما يزيده إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شاء إن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القر آن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ ممنجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون بتيه قل عسيء أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود جهورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملاء إك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء أكم جزاء أم موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتأوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخري فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولا إك يقرؤون كتابهم ولا يغلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أو حيماء إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيء قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقر آن الفجر إن قر آن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جيء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القر آنمام وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه وإذا مسه الشر كان يوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القر أن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القر أنا من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أن الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء أكما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء إِلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جِي أَهُمُ الْهُدِي إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَاءِ إِكَتُونَ يَمْشُونَ مُطُمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِمَلَكَ الرَّسُولًا قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأويهم جهنم كلما خبزدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَئِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَاءً إِنَّ رَحْمَةِ رَبِّيهِ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسراء إِلَئَ إِذْ جَيْءَ أَمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسِي مَسْكُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا أُولَى إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَارِ إِرَى وَإِنِّي لَأُمُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسراء إِلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جِيءُ أَوَعَدُوا الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلِي عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْرُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الزُلْلْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدين وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة لقد قلنا إذا انشططا ها أولا إلا قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم ركودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساء ألوا بينهم قال قائل منهم كم لبتتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء أو ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إِنْ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجغة ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعمل أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شيء أفليؤمن ومن شيء أفليكفر إنا أعتدنا للوالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا الغاث بما إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء أتمر تفقا إن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَحْسَنَ ثِيَابًا أَحْسَنَ وَإِسْتَبَرَقَ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَرَاعِكَ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَةُ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتَ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيَا وَفَجَّرْنَا خِلَالًا مَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ تُمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالَ إِمَتَا وَلَإِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحب وهو يحاوره أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلاً لكن هو الله ربي ولا أشيك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شيء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء إِفَ تُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَا أُوَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُوْحِيطَ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْفُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوِلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيِي كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ إِفَ اخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ أَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الْرِّيحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزتان وحشرناهم فلم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جعتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملاء إكت اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء أفتتخذونه وذريته أولياء أمن دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم نقول نادوا شركاء إيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورئ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء إن جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جيد أهم الهدي ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدي فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرين أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسي لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غذا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شيء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيء أن إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية أقتلت نفسا زكية بغير نفس أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلا قد جئت شيء أن نكرا ترجمة نانسي قنقر